وجه غبطة بطرياركي السريان الأرثوذكس أغناطيوس أفرام الثاني كتاباً إلى الكهنة والرهبان والشمامسة والرعية السريانية يقضي بتعيين المطران أنتيموس جاكي عقوب معتمداً بطرياركياً للنيابة البطرياركية في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة لتدبير شؤونها إلى حين تعيين نائب بطرياركياً للأبرشية مع تخويل المطران أنتيموس جميع الصلاحيات الإدارية والروحية والرعوية المحددة له بموجب دستور الكنيسة ويأتي هذا التعيين عقب انتقال مثلث الرحمات المطران ماركي برائيل إلى الملكوت السماوي